أكد رئيس مجلس الوزراء على وجود تكلفات رئاسية باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة ولتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة كلف مدبولي بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة كما شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من تأتيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل تمهيدا لتسكين المستحقين بها